السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه؟ انا نهاردة هعمل معاكم ليزي كيك دي نوع من الحلويات خفيف جدا ومش بيتعمل من غير الفرن اول حاجة هنا عشان نعمل سوس الشوكولاتة اللي احنا هنقلب فيه الباسكوت هنحتاج ربع كيلو من اللبن وهنحط عليه ثلاث معالق كبار مليانين من السكر او نصف كباية سكر ونصف كباية من الكاكاو الخام وهبتدي قلبهم كده مع بعض وحطهم على النار قبل ما يغلي على النار هكون هنا بجهز الباسكوت ده نصف كيلو من الباسكوت بيتباع عند مستلزمات الحلواني بيبقى كيس كده نصف كيلو سعره 15 ل 20 جنيه على حسب نوعه الكيس ده ب 15 بيحلو جدا على فكرة ومسكر وكل حاجة عمل زي باسكوت ميري كده بس هو فيه سكر شوية تمام هنبتدي نكسر فيه بالشكل ده نخليه قطع كبيرة وبعد كده هنا اول ما غلي معانا الخليط الكاكاو اللي احنا عملناه هنبتدي نحطه على الباسكوت طبعا لازم يبقى سخنى عشان الباسكوت يطرى ويبقى معانا زي الكيكا عشان يبقى كمان سهل وإحنا بنلفه ما يتكسرش اكتر من كده هنبتدي القليب الخليط كده كله مع بعضه مع الباسكوت نازم تغلفي الباسكوت كله بالخليط للشوكولاتة اللي احنا عملناه تمام ياريت لأول مرة تشوفيني شارفيني بالاشتراك في القناة فعالي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهاتي وما تنسوش لو مشتركين عندي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات اللي انا بنزلها وتنسونيش في لايك وتعاليه جميل منكم هنا جبت اللي هو الكياس اللي هي الاستريتش دي وحطيت فيها فرتها كده على الرخامة وحطيت فيها الخليط اللي انا عملته بتاع الباسكوت بالشوكولاتة لو مش عندك تقدار يتجيبي كياس التلاجة دي وتقصيها وتفتحيها كده وتحط فيها الخليط ده مش شرط يعني بس ده وده اللي كان موجود عندي فانا استخدمته يعني حتبتد بقى ترفيها كده زي الرول هتلميه على بعض وترفيها رول بالشكل ده كده وتحاول تقفليها كويس كده من الجناب ومن فوق زي البمبوني كده يعني زي ورقة البمبوني هتلفيها كده من الجناب بالشكل ده كده وتحاول تخليها زي الاستوانة ما تبقاش مبططة يعني هي هنا متبططة معي أنا دلوقتي هتلاقوني برامتها وعملتها زي الاستوانة هنا بعد ما لفتها كويس وقفلتها كمان من الجناب ربطتها لازم تخلي معاكي مسحها كده من الجنب عشان تعرفي تربوتي منها الكيس عشان يتقفل معاكي كويس من الجنب شايفين أنا هنا بوريكم أن أنا ربطتها من الجنب هبتدي بقى كده أحط إيدي عليها كده خليها تبقى زي الستوانة أحطها في الفريزر ساعتين كده بس تمسك معايا شوية عشان أعرف أن أنا أمسكها وأحطها في الشوكولاتة هبتدي أفتحها كده بالشكل ده هشيل بقى من عليها الكيس ده وهبتدي أفتحها معاكم هنا حلقات زي ما هتشوف دلوقتي السكينة اللي تستخدميها لازم توقع سكينة نظيفة جدا مخصصة للحلويات أنا عندي سككين مقسمها يعني مخلية سكينة للكيك والباسكوت والحاجات دي ومخلية سكينة للبصل وسكينة للحوم يعني كل سكينة استخدميها في حاجة لأن السكينة برضو بتلقط الروايح فدي هنا معنا سكينة نظيفة جدا هبتدي قطع بيها بقى كده حلقات عريضة بالشكل ده كده شايفين من جوه عاملة زي عايز اقول لكم يا جماعة طعمها كانت تحفة جدا جربوها وهتعجبكم جدا ان شاء الله هنا بعد كده جبت شوكولاتة سيحتها وأنا بسيح الشوكولاتة بحط عليها حوالي شوية يعني نص كباية او ربع كباية لبن كده صغيرة ومعلقتين زيت بس عشان يديلها لمعة واللبن عشان يخففها شوية لان هي الشوكولاتة بتبقى تقيلة ثم سوف أغمسهم كلهم بالشكل ده وهيضعها على طبق التقديم وحطها في التلاجة بس طبعا بلازم تغطيها وانتي تضعها في التلاجة وتقدميها بمنظر الجميل ده وبقى الفهانو